بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين اللهم انفعنا مما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين إن شاء الله هنوضح في هذا الفيديو إمكانيات الـ F الـ F ده أقدر أعمل بيه إيه؟ طبعا فيه إمكانيات كثير قوي نوضحها في القرص بتاعنا ولكن أنا بس اخترت أن أتكلم على بعض الإمكانيات زي سهولة التعامل مع الداتابيس بمعنى لو أنا مثلا بعمل صفحة إدخال أو بحث أو تعديل أو عرض للبيانات من جدوى المعين أخد في الوقت ده أدئيه؟ هنا أنا مثلا ممكن أخد وقت كثير عشان أكتب كثير عشان أحفظ أو عشان أعدل أو عشان أمسح كل الكلام ده كله يحتاج وقت أدئيه زي كمان شكل الصفحة ممكن يبقى عامل إزاي؟ فأنا عايزين نوضح إمكانيات الـ F في الموضوع ده بتبقى عاملة إزاي؟ فأنا بينا نوضح إيه هو الغرض من المثال اللي حتى عايزين نعمله أنا مثلا لأنا عندي جدوى في الداتابيس بهذا الشكل جدوى يحتوي على بيانات الموظفين بتاعي وأنا عايز أعمل صفحة الصفحة دي هعملها لليوزر اليوزر ده المفروض اللي هو هيعمل عمليات على الجدوى إيه هي أشهر العمليات اللي على الجدوى؟ اللي أنا أعرض البيانات من الجدوى عايزة ويريده البيانات زي اللي أنا أدينه إمكانية اللي هو يعمل بحث وتعديل بحث وتعديل ومسح وإدخال جديد طبعا وحفظ في هذا الجدوى حاجة زي دي ممكن تاخد مني وقت قد قد ايه وإيه هو مقدار الكود اللي أنا قدر أكتوبه عشان أعمل حاجة زي دي هم تتفرغ مع بعض حاجة زي دي ممكن تتعمل ايضا أنا مثلا هافترض التي أنا عندي جدوى الموظفين في الداتابيس بتاعتي فأقول ثاني بس قبل مبدأ أنا مش هشرح ايضا أنا بس عايز نزلي عايزين نتفرغ مع بعض إيه هي بعض إمكانيات الادير أنا مثلا سأبدأ أعمل الصفحة بتاعتي نسميها مثلا وليكن شو داتا حاجرتك عايز أعرض ديانات مثلا جدول الموظفين بتاعي طيب حاجة زي دي ممكن نعملها ازاي؟ نعمل جدول الموظفين اللي عندي او نعمل هولي جدول دي كل الأعملة اللي في الجدول بتاعتي في بعض الإمكانيات هنا أنا هاعلم عليها وهقول لك يعني ايه فانا هقول له سلج الروع عشان اليوزر يختار صف واحد وينيبل سورترنج يعني يرتب وفلترنج يعني ايه يعني يفلتر البيانات يعني ايه فلتر البيانات هقول لك دلوقت هتشوفها بعيدا وحكنا اقول له اوكي هذه الصفحة تعملت قدامنا وحكنا بس رعايزين نكبر الجدول شوية هذه الجدول بتاعي اقوى نتعامل قدامي تعال باقي نشوف صفحة زي دي ممكن نتعامل معها هذه الجدول قدام علينا زي ما انت شايف جدول زي ده البيانات اتعرضت قدامك هي زي ما انت شايف في بقى بعض الملحوظات على هذا الجدول تعال بسلا نشوف ايه هي بعض الامكانيات بتاعك ال EDF انا بسلا عايز اعرض الموظفين اللي في ادارة معينة وليكن بسلا ادارة ادارة عشرين فانا هاجي هنا فوق العمود بتاع الديبت نمبر اللي هو رقم الادارة واكتب عشرين ودوس انتر والراجل هيجيب لك الموظفين اللي في الادارة عشرين بس خد بالك انا بكتبتش كود يعني ما عملتش بايدي ولا كود انا بس ايه يعني لي امكانية بحث بقول له هاتلي الناس اللي في الادارة عشرين كتبت عشرين ودوس انتر قبل البيانات انه في الادارة عشرين تماما لو انا بسلا بقول له انا بسلا بحث انتر ودوس انتر هاجيب لك الناس اللي في الادارة عشر وده امكانيه في الفلطة على ان انا افلطر البيانات زي ما انا عايز وقال له مثلا هاتلي الناس اللي في الادارة عشر واني مرتبتها خمس تلاف دونين هاجي هنا وقال له خمس تلاف دونين قبلك الموظف اللي بياناتو ينطبق عليها هذا الشكل في حيات كمان برضو عايزين نقولها ايه هي ان انا مثلا الادئف لوحده شاف ان في عمود نوعه تاريخ زي ايه زي الهير ديت اللي هو تاريخ التعيين عندنا في الشرطة مثلا تاريخ التعيين بتاع كل موظف فحاجة زي دي لما كلي عرضها لعملها لازاي ما عملهاش يعني الديبت نمبر رقم الادارة مثلا عشرة اقدر اكتب فيه عشرة العلاوات اقدر اكتب فيه مثلا اي حاجة عمله لك ايه فيه كومبوننت في الادئف اسمه اضغف عليه يظهر لك تاريخ بهذا الشر كل ده تعمل لك اوتوماتيك بحيث ان انت عايز تغير او حاجة دي التاريخ ان انت بتشوفها هنا يناير وفبايل ومارس وابرين زي ما انت شايف كده واختار السنة اللي انا عايزها العفيها زي ما انا عايز انا ازلها تحت اكبر اجيب السنة اللي انا عايزها اختار اليوم اللي انا عايزه ويغير لك اليوم زي ما انت عايز تمام فحاجة زي دي هو عملها لك اوتوماتيك من غير انت بتعملها فهو زبط الكمبوننت على حسب انواع الايه على حسب انواع الاعمدة طلعا في امكانيت ايه فعلا بس اني يعرف البيانات بقى زي ما كانت نش Julia بقى كاركتيريا بتاعة البحث نرجعهم زي ما كانت عشان يعرف كل الموظفين كلهما هما فعلا بسلا ايفي ايه عاد الترتيب الاعمدة بمعنى ان انا عايز ارتب ايه عايز ارتب البيانات في الموظفين بارقامهم ارقام الموظفين بطاعتهم تساعودي ولا تنازلي الكلام الابت فاني اقدمه ادي امكانيت الترتيب أنا أتبعواce على الموظف ورقمنا للتصعود كده يرتبهم لك تصعودي يعني من الصغير لكبير زي ما انت شايف كده أو تنازلي أو فارزي تنازل أو رتب لك الموظفين تنازلي القفر اللي هو أنا عايز أرتبهم بس أرتبهم أبجدي أعمل إيه هاجي هنا على الإيلين اللي هو اسم الموظف فأنا عايز أرتبهم ترتيب أبجدي فارزي تصعودي نفس الكلام أو حرف ال-A الأول وبعد هنا ال-B وهكذا لحد حرف ال-W تحت فأنا عايزهم تنازل فأنا بختار لأنا أرتب الأعمدة أو اليوزر بتاعي بمعنى صح هيرتب الأعمدة زي ما هو عايز زي الكنان اللي هو ممكن يغير ترتيب عرض الأعمدة بمعنى أنا عايز مثلا رقم الإدارة يجي بعد الإيلين فأنا ممكن اليوزر بتاعي ممكن يشد العمود ده دراج وضرب يسحبه معاه زي ما هو عايز دراج وضرب زي ما أنا عايز طبعا الموضوع ده من غير ولا مكتوب سطر إيه ولا كتبت سطر كوت طبعا تشايف مدى السهولة اللي في الموضوع فكده عمل لك الجدول وعرض البيانات وعمل بحث كمان كل ده فحاجة واحدة طيب لو أنا مثلا عايز أعمل إيه؟ عايز مثلا هذا الموظف عايزين مثلا نحط له كوميشن وليكن مثلا كوميشن بتاعه هنخله له ميج بنيه فأنا دلوقتي عايزة أعمل عملية إيه؟ عايزة أعمل عملية حفظ للبيانات أو عايزة أعمل موظف جديد عايزة أدخل موظف جديد الإمكانية دي أقدر أعملها إزاي؟ طبعا هاخد وقت كثير علشان أعمل كود ووكتب البيانات طبعا هنعمل موظف جديد حاجة زي الإدخال والتعديل والحفظ والكلام ده كله ما عليك إنك بس هتسحب زرار الكمت فيه زرار عمله لك هوا عايز تجيبه مثلا فوق الجدول ده زرار الكمت لو أنت عايز تكتب عليه مثلا حفظ فأنا هكتب عليه في الخصائص بتاعته هكتب عليه save ده زرار save في أي كمان؟ في زرار تراجع عشان لو أنت عايز تتراجع أو الوزر يتراجع عن حاجة هو عمله طبعا قبل عملية الكمتنت طبعا طيب أي كمان؟ في مثلا بها لأنا عايز أعمل إيه؟ لأنا عايز أدخل صف جديد الموضوع ده يتعامل إزاي؟ بمطال البساطة هروح على الـ operations بتاعت الجدول هقول له create insert أقدر اللي أنا أسحب الحاجة بتاعتي هنا أقدر أكتب عليه ميوم موظف جديد زائد كمان؟ إذا أنت عايز تعمل إيه؟ مسح أنا أقدر أجيب execute delete أجيب زرار delete مسح مثل كمان لأنا عايز أعمل رفريش للبيانات أقدر أجيب زرار execute أحفظ ونعمل run ونعمل run نعمل run 20 جنيه لو ضغطت عليه هيعمل لك صف جديد تقدر تعمل فيه الموظف اللي انت عايزه نقم الموظف مثلا 5528 وبعد تدخل اللي انت عايزه مثلا هندخل إبراهيم وبعد كده الوظيفة ليش لازمة مثلا المدير السلري مثلا هنقول مثلا ألف جنيه الcommission بتاعه مثلا 100 جنيه في الإدارة كان؟ في الإدارة مثلا في الإدارة عشرة وليكن في الإدارة عشرة هتلاحظ أن save أهيا يقدر يعمل حفظ في أي وقت حفظ 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 البيانات بتاعته فكده تم حفظ البيانات أول موظف متاعك هتلاحظ أن الزرار save بقى disable لوحدة ماشي أقدر مثلا لو أنا عايز أبسح هذا الموظف أقدر مثلا أقف على الموظف وقل له delete فكده مسح لك الموظف اللي انت عايزه ويتلاقي زرار save بقى enable يقول عشان لو انت عايز تحفظ التغيرات اللي انت عملتها لو انت مثلا تقدر تعمل update لأي موظف مثلا وليكن spot عايزين مثلا نخلي الconmission متاعه 400 جنيه ومعك لا أحفظ البيانات اللي أنا عملتها فدي بممطقة البساطة بعض الإمكانيات مع الجدول فانا عملت زي ما انت شايف كده عملت حاجة زيديا في وقت لا يتجاوز الدقيقة عملت اللي انت عايزه عملت ووقع كده ممكن مثلا أنا أعمل أعادة استرجاع البيانات يعني بعمل refresh للجدول يعيد استرجاع البيانات مرة أخرى زيديا كل ده أنا عملته في وقت لا يتجاوز الدقيقة تمام في حاجة تمام مثلا عايزين نوضحها تقول لي ايه تقول لي المسلا ان الشكل يا باش مهندس عايزين نضبط الشكل شوي بمعنى ايه بمعنى مثلا انا عايز اصدر بيانات الموظفين وبيانات الإدارات فانا والله عندي جدول الإدارات وعندي جدول الموظفين وانا عايز اعرض بيانات الجدولين مع بعض حاجة زيدي انا عايزين باقي نقسم الصفحة بشكل كويس نقدر نتعامل مع الصفحة حاجة زيدي نقدر نعملها ازاي انا عمدي لك فكرة كويسة تعان تشوف بعض الاشكال بتاع الصفحة ايه احنا شفنا الإمكانيات ولكن شكل الصفحة برضو شكل الصفحة شيء مهم جدا حاجة زيدي نروف نعمل نعملها ازاي الاتف تدلك بعض الكمبوننت المهمة جدا ان انت تقدر تتعامل معها زي ايه زي الليه او الكمبوننت يقول يكون مثلا فيه واحد زريف جدا اسمه بلل اكوردي تقدر تحطه على الصفحة بتاعتك فانا بنشوف بس بعض الامكانيات ايه بلل اكورديون انا طبعا الجدول بتاعنا عايزين نعمل صفحة كويسة فانا نشوف البلل اكورديون ده عبارة عن ايه حاجة زيدي اهيه هاجي مثلا على اول سطح هكتم مثلا عليه بيانات الادارات او بيانات الموظفين فنكتب لك العنوان فوق بيانات الموظفين طيب ايه كمان عايز مثلا الزراير دين نخليها جمي بعض هممكن اجيب حاجة اسمها انتنا الجروب مثلا عشان نزبط الشكل كويس نقدر نحط فيها الزراير فيها جمهم لك جم بعض فيها بشكل كويس وشكل مختلف طيب لو انا مثلا عايز اعمل ايه نحفظ الاول لو انا عايز اعرض بها بيانات الايه بيانات الادارات بيانات الادارات نفس الكلام هتلاقيها برضو عندك انا هنلاقي مثلا ادبت بيانات الادارات عايز احطها مثلا عن انها جدول وده الجدول وانخلي العنوان بسا وليقل وانزيني العنوان نزبطه فديا هتبقى بيانات الادارات وانزيني العنوان نزبطه اصبح شكل الصفحه بقى ايه اللي انا عمله في البدل اكورديون ده بيعمل ايه تعان تشوف مع بعض البدل اكورديون ده ايه وظيفته ثم نعمل راند للصفحة زي ما انت شايف كده اعرض لك بيانات الموظفين زي ما انت شايف عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعرض بيانات الادارات ممكن ايه كده تطلع فوق تلاقي بيانات الادارات لو انا عايزة اعرض بيانات المواصفين ينزل تحت اهي يعرضك بيانات المواصفين تضغط عليها تطلع الفوق فهنا عامل ايه؟ عامل ويعمل عملها عاملية Ambition ت wanted to play ويعرضك ايه؟ فقسم لك الم Lucille على حسن الوزر لتضغط عليها لو عادي اسم بيانات الإدارات لو عادي اسم Jonas ตلع لتقش乎 يعرض بيانات المواصفين ويعرض بيانات الإدارات فالسطحة تست LAKE لا اكثر من جزء على حسب احتياج الوزر يريد ما يرى الوزر طيب ايه كمان؟ وممكن مثلا يعمل ايه؟ فيه برضو حاجة زريفة ممكن نعملها ممكن مثلا نحط حاجة هنا ونحط عليها الجدول بتاعنا فكل ديان حاجات بيديها لك او امكانيات في الاب اف بيديها لك علشان يسمح لك اللي انت تدي شكل كويس للصفحة بتاعتك ففيه مثلا هنا مثلا في حياتي اسمها البنال بوكس هم اغير العنوان بها مثلا انا مثلا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ادخال وبحث وتعديل هذا الجدول هروح على الابريشة بتاعه واجهين مثلا ايه؟ create insert مثلا احطها على tool bar وذلك مثلا عشان ادخل ادارة جديدة هقول له new get بيبقى زرار حفز اللي اقدر برضه اتخطه اهو ادخل 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 تعالى نشوف الشكل عايب اعمل ايه؟ نعمل run بالصفحة بتاعتنا ادخل اصبحت الصفحة بهذا الشكل ده اول جزء باين قدامنا اقدر ان انا اعرض بيانات الموظفين ادخل عليه اهي ده المساحة اللي احنا عملناها ده الزرار محطوطة اولا والزرار بتاع new department اقدر ان انا اخفل بيانات وان انا اظهرها فبعد ال component بتديلك عملية animation ان انت ال user على حسب احتياجه لو عايز يظهر البيانات لو عايز يشفيها مؤقتا زاد ان هنا ال new department انا لسه شايفها ممكن مثلا لهو عايز يدخل ادارة جديدة هييجي يقول له new department يدخل الادارة اللي هو عايزها يدخل مثلا ادارة رقمها 50 واسم الادارة وليكن مثلا ادارة IT مثلا وفي اي مكان مثلا في المنصورة اي مكان ادارة 跟你ار تقدرت خباب انا عملت تأسيمه لصفحة بتاعتي استمتها اكثر من جزء بيانات الادارات وبيانات الان لسهل مثلا لبعض إمكانيات ال-edf مع ال-database فيه أيضا حاجة ممكن نقدر نعملها بال-edf اللي هي ال-chart أو الرسوم البيانية نقدر مثلا نحن نعرض رسم بياني يوضح الموظف والإدارة بتاعته أو مجموع المرتبات في كل إدارة فتعالى مثلا ناخدها ببساطة نوضح الموظف رسم بياني يوضح الموظف والإدارة بتاعته في رسم بياني فتعالى مثلا نعمل مثلا صفحة بتاعتنا سأبدأ أعرض الشكل البياني التاعي اللي هو جذوة للموظفين ولكن سأعرضوني على شكل graph أي نوع من أنواع graph كل هذه graphs جاهزة إذا كنت تستخدمها بدون الحاجة لأي كود أو أي حاجة فأنا سأختار أبسط شكل فيهم اللي هو ال-bar الشكل المقلوط بالنسبة لنا وهقول اوكي أعيز مثلا ال-dip number مثلا وال-x هيبقى اسم الموظف وهقول له اوكي سأعرض لك الشرط بتاعك اهو زي ما انت شايف تعال تشوفه اذا شكله عامل ازاي اعمل run فده الصفحة لما فتحت هذا الشكل ده اسماء الموظفين بتاعنا وده ارقام الادارات زي ما انت شايفها طبعا ده عملنا ونحن ما ايه ونحن ما كتبناش ولا set record طبعا بقى قدر ألعب بقى اللي انا اجيب مثلا الادارات هم مجموع المرتبات في كل ادارة طبعا ده بقى من خلال الكورس ان شاء الله طيب ايه كمان فيه برضو امكانية بسيطة جدا ايه هي لانه مثلا ده two dimension هو انا قدر اخليه three dimension انا قدر تخليه three dimension طبعا نحفظ ونشوف الشكل يبقى عامل ازاي ده three dimension زي ما انت شايفه بالنظر طبعا نحفظ طبعا نحفظ طبعا نحفظ سوف نضيف حتة animation صغيرة نقول مثلا نقدر نقبلها خمس دقائق ونقبلها الانيميشن فهيبقى هذا النوع مثلا ونجدهم لشوف الانيليشن هتبقى عاملة زي طبعا يظهر بهذا الشكل قدامك ويبقى خفيف شوية في او بعد الاضاءة بتبتدي ايه توضح فيها جزء الانيليشن تعالى برضو نوضح شكل خلان مثلا اوضو اوضو هذا الانيليشن برضو تقدر انت توضحه وطبعا اخواننا الكلام ده انا اكرر احنا عملناه من غير اي مجهود ده ما خدش مني ثواني طيب ايه كمان نقدر مثلا فيه برضو حرفة تانية ممكن نقدر نعملها وضح الانيليشن ففيه كذا شكل على حسب ما انت حابب بقى توري لليوزر او على حسب ما اليوزر بيقولك انا عايزها تظهر باي شكل طبعا ده رفاهية زيادة على اللزوم فده كانت بعض امكانيات ال اي دي اف اكرر دي بعض امكانيات ال اي دي اف اللي احنا ممكن نقدر نتعامل معها مع ال داتا بيس زائد الانيليشن زائد التشارت فيه بقى بعض الخصائص او بعض الامكانيات التكنيكل اللي احنا مش هنقدر نوضحها في هذا الفيديو الا من خلال القرص بتاعنا ان شاء الله اتمنى ان انا اكون وضحت الفكرة وتكون الفكرة وصلت ببساطة فلو هجربكم عايزين اي استفسارات انا فح تعمركم في اي وقت وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته